مديرية الحشاء الواقعة بين ثلاث محافظات الضالع وتعز وإب والتابعة إداريا لمحافظة الضالع كما يقول أهلها مديرية منسية من ذاكرة الدولة ومحرومة أيضا من أبسط الحقوق والخدمات عدم تام لكافة الخدمات التي تمثل وجود الدولة في مديرية الحشاء يعني الأشياء الأساسية لا توجد إذا أراد الناس أن يأخذوا أي خدمات فإن كل شيء بعيد عنهم نحن أبناء مديرية الحشاء حرمنا من الطريق حرمنا من المشاريع العامة لا شيء هنا يوحي بحضور بصمات الدولة فكل ملامحها تحدثك عن إهمال طال لسنوات عديدة فالطريق الرابط بينها وبين المديريات الأخرى ما زالت طرق وعرة وغير إزفلتية بالنسبة للمديرية فهي تعاني من الكثير من نقص الخدمات الأساسية مثل الطرقات الكهرباء المياه هذه معدومة كليا على المديرية والمديرية هي منطقة نائية كما تعرفون منطقة جبلية رغم جمال الطبيعة التي تتميز به هذه المديرية الجبلية إلا أن أهلها يتقاسمون العذاب والحرمان فبسبب وعورة الطريق غابت وسائل المواصلات الحديثة مما أجبر بعض المواطنين إلى استخدام الوسائل القديمة والبعض منهم يقطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام عبر هذه الطريق التي أرهقت الجميع نسبة للطريق لأنها عسرة جداً في القاة والقامعة التعيدة وأيضاً نعاني من تعب في الدراسة لأنها خاصة في هذه الأيام في المشاكل مديرية جبلية مترامية الأطراف غابت عنها كل خدمات الدولة فبقت تقاوم الحياة حتى هذه اللحظة محمد المريسي قناة بلقيس من أعلى المرتفعات في مديرية الحشاء الظالع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة